نروح معنا حضراتكم للجهاز القومي للتنسيق الحضاري لأدرج اسم الفنانة مديحة كامل في مشروع عاشة هنا وتم وضع لفتا تحمل اسمها وعنوانها على باب منزلها اللي موجود في عمر تصم بالمهندسين كنا نعرفين طبعا مشروع عاشة هنا اللي لو مشينا في القاهرة وخصوصا في وسط البلد يعني حنلاقي لفتاته على أبواب أهم العمارات هناك الجميلة مديحة كامل طبعا بدأت مشوارها الفني عام 1964 بأدوار صغيرة مثلتها على خشبة المصرح وعلى شاشة السينما انطلقتها الكبيرة كانت في فيلم الصعود إلى الهوية مع الفنان محمود ياسين تعتبر مديحة كامل واحدة من أهم نجمات السينما المصرية لها دمت عدد كبير من الأعمال اللي لسه محفورة في أذهان محبها هانو مشروع عاشة هنا أنا بالنسبة من أهم المشروعات والمبادرات الحقيقة الموجودة المبادرات طبعا الثقافية الموجودة لأن الحياة مصطفى هي بتؤرخ وتوفق حياة فنانين وسياسيين وقامات مصرية موجودة وكمان بتبقى سريعة يعني العين بتسجلها وبتثبت كمان في أذهاننا وفي ذاكرتنا فتحس طول ما انت ماشي كده كابسولات تاريخية لطيفة جدا وسريعة جدا دايما بتثبت في ذاكرتك ده حقيقي ولو شفنا كمان في وسط البلد هنلاقي في أعمارات فيها أكتر من يفطى وسط البلد والزمالك الاثنين طبعا أكتر من يفطى هنا عاش محمود ياسين هنا عاش محمود المليجي هنا عاش محمد رضا هنا عاش مش عارف مين فهو مش نوع من أنواع التاريخ ده كمان نوع من أنواع يعني الإبهار البصري للمحروسة أو للقاهرة ولزوار القاهرة اللي جايين مش يشوفوا بس الأهرامات والمتحف لا يشوفوا قوتنا النعيمة اللي عاشت على الأرض وإزاي كانت جزء من هذا المسيح والتكريم للسيرة طبعا القناة دي كلها أكيد ده حقيقة